أكد الرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا في مختلف المجالات جاء ذلك خلال لقائه سفير إيطاليا لدى مصر ميكالي كواروني والذي أعلن رغبة إحدى أكبر الشركات الإيطالية العاملة في المجال الزراعي بالاستثمار في مصر مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من خطتها الاستثمارية تتضمن زراعة نحو عشرة ألاف فدان من المحاصيل السراتيجية ومن جانبه رحب مدبولي بالخطوة مبديا استعداده للالتقاء بمسؤولي الشركة الإيطالية خلال زيارتهم المقبلة لمصر لمناقشة تفاصيل الاستثمارات المقترحة وتسريع الاتفاق على مراحل التنفيذ